قالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان لها انه دفاعا عن عزة الوطن وكرامة ابنائه وبعزيمة لا تلين وارادة لا تعرف التردد يواصل ابطال جيشنا العربي السوري مهمته من نبيل في ملاحقة فلول المجرمين القتلى من ارهابي جبهة النصر ومرتزقة النيتو وضاف البيان انه في اطار خطة القيادة العامة لتخليص مناطق ريف دمشق من الارهاب وبعد النجاحات التي حققتها قواتنا المسلحة في منطقة دارية نفذت وحدات من قواتنا يوم امس وبالتعاون مع المواطنين الشرفاء عملية نوعية في منطقة الغوطة الشرقية اسفرت عن احكام الطوق على كامل المنطقة بينما تواصل العمل من اجل طرد ما تبقى فيها من جميع الارهابيين من جميع اراضي الغوطة وريف دمشق وصولا الى استعادة الامن في الاراضي الوطن كافة واكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيانها حرصها على مواصلة الاعلان عما يحققه بواسل جيشنا العربي السوري من انجاز في محاربته الارهابيين في الميدان وشكرها المواطنين الشرفاء على حسن تعاونهم مع قواتنا المسلحة ودعوتها جميع من غرر بهم الى القاء السلاح لتسوية اوضاعهم اسوأ اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة